اهلا بكم متابعي قناة فرومو الروكو في نصرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها استنفار كبير عقب العثور على جثة نهاشتها الكلاب وعناصر الدرك الملكي تفتح تحقيقا في الواقع ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وعجاب بالفيديو استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها بمركز باب برد باقليم شفشاون وذلك على خلفية العثور على جثة شخص نهاشتها الكلاب يوم امس الاثنين واحد وثلاثين اكتوبر الفين واثنين وعشرين ووفقا لما اوردته مصادر محلية فقد تم العثور على الجثة من طرف بعض المواطنين قرب ثانوية اعدادية حيث قام هؤلاء باشعار سلطة المحلية التي حلت بعين المكان فور علمها بالواقعة واضافت ذات المصادر ان نهش الكلاب هذه الجثة جعل من الصعب التعرف على ملامح صاحبها خاصة في ظل عدم العثور بحوزته على اي وتائق تتبت هويتها هذا وقد قامت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في هذه النازلة حيث قامت بمعينة مصرح العثور على الجثة كما اجرت عملية المسح الميداني من اجل استجلاء اي اتار قد تساعد في فك لغز هذه القضية وموازات مع ذلك تم نقل الجثة مجهولة الهوية الى مستودع الاموات قصد اخداعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمة النياب العام المختصة كنتم مع نصرات اخبار